أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن هناك حاجة لحل دائم مبني على مبدأ حل الدولتين وفق القرارات الشرعية وخلال قمة بريكس الافتراضية دعا بوتن إلى وقف إطلاق النار وعدم اتساع رقعة الصراع الإسرائيليون لا يمكنهم حماية أنفسهم فيما يعيش الفلسطينيون تحت القمع عن جيالنتل والأخرى وتحت الاستعمار لهذا نحن نطالب بتوحيد كافة الجهود لخفض التوترات وندعو لبدل الجهود للتوصل إلى تسوية مستدامة تقوم على حل الدولتين يمكن لدول بريكس أن تقوم بهذا الدور المهم وأيضا باستطاعة الدول العربية والإسلامية أن تلعب دورا في حل الصراع